هي كلمة الفصل إذن هو ذا العراق ينتفض وعلى من ولأجل ماذا صوت الجموع الغاضبة يشتاح الشوارع والميادين مؤذنا بفجر يوشك أن يطل على العراق بعد سني الدم والتيه والارتهان الخارجي صوت العراقيين اليوم هو أوضح من أي وقت مضى لكن بدت كاشفة هذه الأيام وهي تضع الحكومة والأحزاب وكامل الطغمة الحاكمة على المحك بل واستجلبت الميليشيات المسلحة إلى محكمة الشعب هنا العراقيون لا يريدون سوى بلدهم من أياد أضاعته بستة عشر عاما ولا تريد اليوم إفلاته فوجهت رصاصها على متظاهرين عزل فقتلت المئات وجرحت الآلاف ذاك الوجوم الظاهر على حكام العراق أحزابا وميليشيات يبدي بما لا يقبل الشك حجم الذعر ورهاب السقوط المسيطر عليهم ليخرجوا بعد ذلك بلسان المهددين بعد أن صدروا أنفسهم في السابق كحماة للشعب وصادروا إرادته ومقدراته هذا أبو مهدي المهندس أبرز زعماء الميليشيات في العراق يتحدث مهددا بالوقوف ضد التظاهرات هذه الفتنة التي تبغي تدمير العراق تدمير منجزاته الحج الشعبي الآن بكل قوة مستنثر في الحدود ومستنثر في كل قواطع العمليات لمواجهة كل الفتن ولمواجهة هذه الفتنة بالذات نحن نقف خلف القوات الأمنية لحفظ الأمن والنظام في العراق سنتدخل في الوقت المناسب يهدد المهندس ويتوعد وكأن قتل مئات المتظاهرين بالإيران عناصر الميليشيات لم يكن تدخلا فيتوعد بتدخل أوسع ضد ما يصيفها بالفتنة لتعريف الرجل فإن إزالة النفوذ الإيراني وطرد الأحزاب الفاسدة يعتبر فتنة أما القتل الطائفي وإذكاء نار الحروب الأهلية كان عملاً وطنياً هدد المهندس وقبله الخزعالي وسمع الشعب فرد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر